من القامشلي في الشمال السوري تنضم إلينا الزميلة ناز السيد مراسلة الغد ناز إليك إذن ماذا عن جديد التطورات في ضوء هذه الأخبار الجديدة؟ نعم صباح الخير طبعا ساعة الثالثة فجرا لهذا اليوم خرجت أول دفعة من المدرعات الأمريكية والمقاتلين عبر معبر سيمالكا الحدودي باتجاه إقليم كردستان العراق طبعا أيضا كان هناك عدة أرتال أخرى لحقت الرتل الأول بعد الساعة الرابعة كان هناك الرتل أيضا الساعة الخامسة والساعة السادسة صباحا كان هناك رتل رابع خرج باتجاه معبر سيمالكا الحدودي باتجاه إقليم كردستان العراق يعني طبعا هذه تعتبر المرة الأولى التي تغادر فيها القوات الأمريكية أراضي الشمال السوري برا باتجاه إقليم كردستان العراق طبعا لا يزال هناك المئات من الجنود الأمريكيين والمدرعات الأمريكية ولا السيما في القاعدة في مدينة الشدادة أيضا في منطقة في مدينة ديرزور هناك عدة قواعد صغيرة للقوات الأمريكية التي تتواجد أيضا في ريف ديرزور الشرقي بالنسبة لمدينة رأس العين طبعا وحدات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية بالفعل انسحبت بكامل عتادها من المدينة بعد الوساطة الأمريكية ولتشكيل المنطقة الآمنة التي كما يتحدث عنها الرئيس التركي إردوغان طبعا من جهة أخرى اليوم حسب تواصلي مع الأهالي في مدينة طلق أبيض هناك بالفعل معاناة يعيشونها الآن ولا سيما بأن الفصائل المسلحة تقوم بالاستلاء على منازل المدنيين وتمنع المدنيين الذين بقيوا داخل المدينة من العودة أو السكن داخل منازلهم يعني الآن هم يفترشون الأرض داخل مدنيهم ليس لهم أي مكان يعني ليس بإمكانهم الخروج من المدينة أو السكن داخل منازلهم في مدينة طلق أبيض يعني الوضع هنا يعني الوضع بالتحديد في مدينة طلق أبيض مأساوي جدا يعني كما أشرت سابقا الفصائل تقوم بالسرقة والقتل والنهب للمدنيين من جهة أخرى الأوضاع هنا في مدن الشمال السوري باتت هادئة نسبيا من مدينة ديريك من حدود العراقية السورية باتجاه رأس العين هذه المدن تشهد هدوءا وسط ترقب وخوف اليوم الغدب والسيما اللقاء الروسي التركي طبعا أيضا هناك مصادر الآن تحدثت بأن هناك مصادر من الحكومة الروسية أكدت للإدارة الذاتية الديمقراطية بأنها ستقوم بالإشراف على مباحثات مباشرة مع الحكومة في دمشق بالنسبة لي أيضا الانتشار القوات السورية يمكن أن نشهد خلال الساعات القليلة القادمة أيضا انتشار الجيش السوري في مدينة القامشلي وديريك المدن التي لم تتشر فيها حتى الآن لا تزال الاجتماعات مستمرة بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق شكرا لك نازل سيد مراسلة الغد من القامشلي في الشمال السوري اشتركوا في القناة